أشادت الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي مدير عام مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية خلال الاجتماع السنوي لمؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي عن بعد أشادت بجهود المؤسسة لخدمة أسر الأيتام في الإمارة وما يهتم تنفيذه من مبادرات إنسانية في قيادة العمل الخيري والإنساني للأفضل وخدمات الرعاية التي تقدم لمنتسبية المؤسسة وقالت نحن بدورنا نثمن هذه الجهود الكبيرة والدعم الذي تقدمه المؤسسة لخدمة أسر أيتام إمارة الشارقة ودورها الكبير في توفير بيئة محفزة وداعمة للوصول لمرحلة التمكين التي نتطلع إليها لكل يتيم للانطلاق بقوة للإسهام في بناء أسرة مستقرة والارتقاء بالمجتمع